ترجمة نانسي قنقر ومكنت النظام التعليمي في مملكة البحرين من تحقيق إنجازات تعليمية وتربوية في مختلف المحافل الأقليمية والدولية وأعبر الوزير عن اعتزازه بالجهود المتميزة التي بذلها منتسب الميدان التعليمي وهو ما أسهم في نجاح العام الدراسي وتمييز مخرجاته وارتفاع معدلات التحصيل العلمي هذا وقد اعتمد وزير التربية والتعليم النتائج النهائية لطلبة المرحلة الثانوية والصف الثالث الاعدادي بعد اكتمال كل عمليات التصحيح والرصد والمراجعة وأكدنا أن نتائج واقعية وتعكس المستويات الفعلية للتحصيل العلمي لدى الطلبة وكشف وزير التربية والتعليم عن إجمالي عدد الطلبة الذين تقدموا لاختبارات النهائية لشهادة الثانوية العمل للعام الدراسي 2022-2023 بلق 7131 طالبا وطالبة حيث نجح منهم 711 طالبا وطالبة بما نسبته 98.3% وفيما يتصل بنتائج الشهادة الاعدادية العامة أوضح الوزير أن عدد المتقدمين للامتحانات كان 12950 طالب وطالبة نجح منهم 9317 طالبا وطالبة بما نسبته 72% حيث سيتعين على من لم يتجاوز الامتحانات النهائية أجراء دور ثاني بعد الانتهاء من نتائج التظلمات حيث يتوقع أن ترتفع نسبة النجاح بعد احتساب نتائج الدور الثاني وبين الوزير أنه بالنسبة لجميع الصفوف المرحلة الابتدائية والصفين الأول والثاني الإعداد فأن النتائج ستكون متاحة بحلول يوم غدين الاثنين الخامس من يونيو الجاري كحد أقصى وأكد الوزير أن شهر يوليو المقبل سيشهد الإعلان عن خطة وزارة التربية والتعليم للبعثات الدراسية وأكد أن المعيار الوحيد للتنافس على هذه البعثات سيكون المعدل التراكمي للطلبة في شهادة الثانوية العامة حيث لن تقوم الوزارة باعتماد أي معيار آخر للمفضلة بين أداء الطلبة مشيرا إلى أن التفاصيل الخاصة بخطة البعثات الدراسية سيتم إعلانها خلال المرحلة المقبلة ترجمة نانسي قنقر